أنا أتحدث لقيادة العسكر في نهاية هذا اللايب أقول لقيادة العسكر لأنه يمثلها شنجريحة الآن إياكم التفكير في عهدة ثانية لتبون إياكم إياكم لأنه إذا رحت العهدة ثانية لتبون رح تكون كيمة تورط اللي وقع فيه الجيد صالح وجمعته لما راحوا للعهدة الخامسة لبوتفليقة الانتفاضة الشعبية اللي رح تكون وأنا محتقد أنه رح تكون هناك انتفاضة شعبية لأنه كل زينجريديون موجودين نفسروهم في لايفات قادمة أني نقولكم إياكم لمصلحة الوطن مصلحة الشعب مصلحة الأمن القومي للجزائر إياكم التفكير أنك تعاودوا لتبون عهدة ثانية نصيحتي لكم كأخ أخوكم يعني والبلاد كمواطن جزائري لازم تحبسوا الوهم بتاع الواجهة السياسية تعتبون وتفكروا تفكير جيد وجاد بالتأسيس لمرحلة انتقالية ما عليش ما عليش كني إشراف من تاع السلطة عليها سلطة الجيش عليها لكن مرحلة انتقالية حقيقية تنقض الجزائر وتنقلها فعلا تنقلها فعلا باتفاق كل الجزائريين والنقبة الجزائرية تنقلها بأياد جزائرية من محرم مرحلة الوهن واللا شرعية واللا قانون إلى مرحلة الجزائر الحرة تعالى انتخابات الشرعية دولة القانون الحقيقية خليونا نقضي خمس سنوات أخرى سنوات انتقالية تحرر فيها المجال السياسي والمجال الإعلامي والمجال الاختصادي ويعطى فيها الفرصة للنخبة الحقيقية لمزاتما برزتش العقول للجزائرية في التكنولوجيا في السياسة في الاقتصاد في الإعلام مغبونين مزانوا ما طلعوش كيادة العسكر هي اللي حاكمة بإزمام الأمور وعليها تحمل مسؤولية أمام الشعب هنا نقول في الاخلام ورح نعاوده في كل مرة عليها أن تعطي فرصة لأنه إذا ما أعطعتش فرصة في النهاية رح تكون في مواجهة مباشرة مع الشعب في وقت معين خلال عام قمس سنين عشر سنين هذه حتمية تاريخية يا شنقريحة وهي الجماعة عندكم ضباط قاريين دكتوراه وماصر يعرفوا شي نحكي هنا عندكم ضباط قمة في مؤسسة الجيش من أصحاب الاختصاص اللي أنا نحكي فيه هنا اللي عندهم الاستشراف تحسبوني الجيش تانا يا جماعة تلخي لك تسمعوا فيها الجيش تانا فيه غرش نقريحة وجماعة تقول الجيش تانا فيهم ضباط دكاترة أدمغة نعرف ضباط عندهم أربعة أو خمس لغات يفهموا شنو ينحكي لأنه نحكي مع هالجماعة هادو يغتنموا الفرصة خليوا عثا تعتبون تخلاص بعدها إياكم تعودوا مع تبون خليوا الخمس سنين اللي بعدها هي خمس سنين تالانتقال الديمقراطي في الجزائر ضيعنا كثير من الوقت ضيعنا كثير من الوقت خلي الهملة تاعة و هذه تكمل وابداوا بداية صحيحة لأنه في النهاية رح توقع هناك ظروف وزيد عاود ينطر فضل الشعب ورح تلقوا أرواحكم في مواجهة مباشرة مع الشعب وهذا الشي ما يحاوس عليه ولا واحد ولا يبغيه أي واحد لماذا لم لا التفكير في التأسيس خليكم بوزيتيف التأسيس بإرادة جزائرية قالوا مرحلة انتقالية فرضوا عليها من الخارج ما يفرضتش عليك يا أخوية مرحلة انتقالية لا يفرض عليك الخارج مرحلة انتقالية وتبون غارقة وأنا مستهدفين مستهدفين ماك لا مستهدف راح نقول واحد الكلمة بالصحيفية ماكش مستهدف شكون مستهدف شكون انت حتى مستهدف ولا حتى انت مستهدف وشيني كيف راح تواجد الاستهداف هذا تصوير الانتخابات بالسرقة بالناب المسخرة لكم ديروا فيها باهتواجه الخارج لازم يكون قوي في الداخل إذن الإخوة الجماعة اللي رأم في قيادة العسكر فكروا هذه السنة هي سنة التفكير أنه بعدما تخلاص العهد أن تعتبون التفكير حقيقة في بناء أسس العملية الانتقالية اللي يقروها الجزائريين جزائريون عسكر عسكرون وسياسيون ونخبة هما يقرروا يديروا مرحلة انتقالية تاحهم واحد مين مليا عليهم من خارج بواحد ما يقول لك من اللي جاتنا أنفرضوا علينا من الخارج مرحلة انتقالية ما يفرض عليك حتى واحد انت قرر انت حالك كما صار في البرتغال في اسبانيا كما صار في تشيلي كما صار في جنوب إفريقيا كما صار في تركيا قرر كما صار في كل الدول التي قررت ان تنتقل من دولة الإفلاس والتصوير والسرقة والنهب واللا معنا قرر انت انه تنتقل انت تتقرر واحد ما يصرف عليك قيادة العسكر الشموم السياسيين ومع النخبة انتم تضبخوا مرحلة انتقالية انتعكم واحد ما يصرف عليكم وتنتقلوا بهذه الجزائر من مرحلة الهواء اللي رأي فيها أنه تصبح دولة دولة حقيقية دولة إقليمية حقيقية قوة اقتصادية وقوة عسكرية وقوة سياسية وازدهار للمواطن ودولة ما كانش فيها انتهاكات حقوق الإنسان ودولة فيها قوة القانون والقاضي هو الأول في البلاد الذي يفصل في القضايا وفيها الرئيس شرعي البرنامج شرعي والبلديات شرعية والمجالس الولائية شرعية و تروحوا لحالة الازدهار حقيقية ويكون عندنا كلمة في الدول كلمة عقيقية مش المهزة اللي رأكم فيها انتم هذا هو شرعي نقول نبقى ونحكي ودو دو 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 فتفهات وكده نحكي بكم في الأصل الأصل لأنه هناك نظام حكم في الجزائر هو بقيادة أصحاب أصحاب الحق الإلهي في تعيين الرؤساء وهؤلاء عليهم مسئولية تاريخية أمام الشعب حياة الجزائر ماهيش عام وعامين وخمس سنين وست سنين وستين سناء حياة الأمم ماهيش بحياة الأفراد كينفردي عيش ستين سبعين سناء الأمة تعيش قرن وقرنين وثلاثة وأربعة مسؤوليتكم التاريخية أمام هذه الأمة أنتحطوه للأساس الآن منذ الاستغلال حد الآن والعسكر هم أصحاب الحق الإله في تعيين الرؤساء على هذا الأمر أن يتوقف وعلى كل القيادات الخيرة في المؤسسة العسكرية الجزائرية مع كل القيادات الخيرة في السياسة والاقتصاد وفي الفلسفة وفي علم الاجتماع وفي العلم الاجتماع السياسي وفي كل العلوم التي تهم مرحلة انتقالية أن يتوافقوا خلال هذه السنة مع نهاية عهدة وام تبون أن يؤسوا إلى مرحلة انتقالية هم ويديروها ميديروها لهم شغيرهم هذا هو كلامي وسأختم بهذا القول وانا سواء وانا سواء